لواء عسكري جديد لتعزيز وجود الانفصاليين في محافظة أبيان سلوك يعكس حالة عدم الاكتراث التي يظهرها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تجاه استحقاقات اتفاق الرياض وبالأخص الشق العسكري من هذا الاتفاق اللافت في مضمون الخبر الذي يتم تداوله بشأن تشكيل أحدث الألوية العسكرية الخاضعة للمجلس الانتقالي أن قيادته عهدت لشخص متهم بالضلوع في تصفية الضباط والجنود التابعين لقوات الشرعية الذين كانوا قد نجوا من قصف للطيران الإماراتي في التاسع والعشرين من شهر أغسطس آب من العام المنصرم فقائد اللواء العسكري الجديد هو حيدر السيد شقيق قائد الحزام الأمني في محافظة أبيان عبداللطيف السيد وقد باشر حيدر منذ أيام مضت في استقبال المجندين الجدد في هذا اللواء من مدينتي زنجبار وخنفر ومن مناطق أخرى تابعة لمحافظة أبيان وكالعادة يتوصل المجلس الانتقالي ومن ورائه أبوظبي الذريعة نفسها وهي مكافحة الإرهاب ليبدو هذا الإجراء من جهة هدفه كما لو كان خارج اتفاق الرياض الذي يسعى أصلا إلى إنهاء القوة العسكرية والأمنية الموازية التي يتحكم بها المجلس الانتقالي ودمجها في المؤسستين العسكرية والأمنية التابعتين للسلطة الشرعية يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه سحب القوات التابعة له من ضواحي مدينة زنجبار ورفضه كذلك تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ليس في أبيان وحدها فقط بل في عدن أيضا وذلك وفق الملحق العسكري لاتفاق الرياض وبإقدامه على تشكيل هذا اللواء في محافظة أبيان يحدد هذا المجلس بوضو حنتام المصير البائس لاتفاق راعته الرياض ويبدو أنها لا تكترث للفشل الذي يواجه واحدا من أهم إنجازاتها السياسية لإحلال السلام في اليمن سلطة أمر واقع تمضي على الخطى نفسها التي مضت عليها من قبل ميليشيا الحوثي في شمال البلاد متسلحة بإحدى أكثر الذرائع فجاجة وهي مكافحة الإرهاب في وقت سالت فيه دماء اليمنيين خلال السنوات الماضية بفعل الحروب التي أشعلها المتمردون القدامى والجذد على وقع دعم إقليمي متعدد الأهداف لهؤلاء المتمردين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر